تعيش السعودية تداعيات ليلة القبض على الأمراء وحملة مكافحة الفساد التي أطلقها ولي العهد محمد بن سلمان أواخر العام الماضي مذاك لا يبدو أن المملكة قادرة على تحمل أي انتقاد لا في الداخل ولا في الخارج النيابة العامة في المملكة تطلب حكم الإعدام بحق ناشطين السياسيين بينهم سيدة تدعى إسراء الغمام فهل بات عقاب التعبير عن الرأي السياسي إعداما؟ وماذا عن اعتقال المستشار السابق لشركة أرامكو برجس حمود البرجس المعروف بأنه من الموالين لرؤية ولي العهد الاقتصادية؟ هل يعقل أن يدفع الرجل اعتقالا ثمن انتقاده زيادة أسعار فوتير الكهرباء في المملكة على نحو مبالغ فيه؟ وإلا كيف يمكن تفسير حملة الاعتقالات المتواصلة في المملكة التي لا توفر الصغيرة ولا الكبير لا الحاجبة ولا الأمير ولا الوزير ولا حتى رجل الدين؟ في الداخل يتحدث ناشطون عن محاكمات سرية وممارسات قمعية بحق المعتقلين الرأي واختفاء أشخاص منذ اعتقالهم قبل 11 شهرا وعلى ذمة الناشطين أيضا فإن السلطات السعودية منعت الزيارات عن جميع معتقل الرأي منذ بداية آب أغسطس الجاري ولغاية منتصف أيلول سبتمبر المقبل بالرغم من أن العالم الإسلامي يستعد لإحياء عيد الأطحى المبارك فضلا عن حديث البعض عن وفاة معتقلين تحت التعذيب في السجون وفي الخارج أيضا لم تجد المملكة حرجا في قطع علاقاتها الدبلوماسية فورا مع دولة مهمة ككندا بسبب تغريدة وزيرة الخارجية الكندية كريستيا فريلند غردت مطالبة بالإفراج عن نشطاء المجتمع المدني في المملكة ولم تمر ساعات حتى قطعت الرياض علاقاتها الدبلوماسية وطاردت السفير الكندي وأوقفت الرحلات السعودية المباشرة وأدخلت مصير آلاف الطلبة السعوديين في الجامعات الكندية في المجهول المجهول هو العنوان الوحيد الظاهر في سلوك المملكة سلوك يصفه خصومها بالعداء العداء أولا لنفسها